والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة عن طير جديد طير مميز طير جميل وطير مظلوم تمام خلنتكلم عن الطير المظلوم المظلوم حقه في مجتمعنا العربي وغير مرغوب من كثير من الناس مع انه طير له ميزات عالية جدا وانه عيوب زي باقي انواع الطير طير الدرة المطوقة بانواعه الكثير راح نتكلم عنهم بالتفصيل ونوع بعد نوع وعن ميزات هذا الطير وعن عيوب هذا الطير ولكن انا بستغرب انه هذا الطير ما لاقى اهتمام كافي او ما لاقى اقبال كافي وترويج كافي من الناس حتى لما تفتح عالنت عاليوتيوب تكتب طير الدرة مثلا المطوقة مش كثير تلقى فيديوهات عن طريق التدريبه طريق الترويذه اشياء كثيرة ابدا ومثل باقي انواع الطير مع انه طير يعتبر من الببغات مميزة ببغاء كبير في الحجم في بعض الانواع منه تعتبر من الببغات الضخمة يعني الا وانه هذا لاقى اهمالي كثير وهذا اشياء ازعجني مع انه هذا الطير الانسان اللي بيفهم في الطيور الانسان المرب المحترف اللي بعرف في الطيور طير مميز جدا ممكن تنتج منه ممكن التاجر منه وطير يمتاز انه منتشر في كل مكان وسهل انك تحصل عليه تغذيته سهلة والتعامل معه سهلة والمناعة والصحة لهذا الطير جيدة جدا ما يعاني من امراض مثلا ما يعاني من اشياء كثيرة يعني بالعكس صحته كويسة وعنده مناعة قوية ضد الامراض هذا الطير وتم انتاج طفرات كثيرة منه اللون الاصلي معروف اللون الاخضر وانتج طفرات كثيرة منه وطفرات مميزة زي لون الازرق الجميل لون الابيض لون الاصفر يعني اطلع منه الوان بطل اللون الاخضر المألوف تمام نتكلم عن طير الدرة طير الدرة المطوقة معروف الذكر منه ييجي في طوق حوالي الرقبة وهو من الطيور السهل يتميز بين الذكر والانثى من خلال هذا الطوق يجي حوالي رقبة الذكر بعد البلوغ ندخل في انواع طيور الدرة طير الدرة الهندي من نوع الاول والثاني طير الدرة الباكستاني والثالث الطير الدرة النيبالي او الاسكندر اللي يقولينه نتكلم في ميزاتها وطريقة التمييز ما بينها وافضلها للتدريب ولا الاقتناء في البيت ولا جعله طير أليف ثم ننتقل لعيوب هذا الطير وليش الناس تبعد عن هذا الطير وتحاول تتجنب هذا الطير نبدأ في الطير الاول او خلينا نقول من وين موطن هذا الطيور بشكل عام هاي موطن هالطيور تيجي من آسيا ومن أفريقيا من اسميها هندي وباكستاني ونيبالي طبعا نيجي للنوع الاول وهو طير الدرة الهندي وهو الاوسع والاكثر انتشار والموجود في معظم الأسواق هذا الطير يكون اصغره الحجم ويعتبر من الطيور المتوسطة من البقات متوسطة في الحجم طير ذكي طير قابل للتدريب طير قابل يكون أليف طير اجتماعي لحد ما محب صاحبه الطير متكلم مقابل لتعليم الكلام الروح على النوع الثاني وهو طير الدرة الباكستاني طير الدرة الباكستاني نفس الاشي هو طير محب لصاحبه اجتماعي ممكن يكون أليف ممكن يكون فرد من العيلة شكله جميل جدا خرجت منه طفرات حلوة ولكن في بعض الناس أو بعض المبتدئين يجد صعوبة في تفريق بين الهندي والباكستاني أنا بقولك كيف تفرق بينهن عشان ما ينصب عليك لأنه الأسعار تختلف يعني ما يعطيك طير درة هندي يقولك هذا باكستاني لا ركز واعرف شو الفريق ما بيهن بس قبل ما نكمل الفيديو لا تنسوا من اللايك والشير وتفعل زر الجرس وتنشرون القناة عشان تصلكم أكثر فائدة الله يجزيكم الخير ولا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله طيب طير الدرة الباكستاني كيف أنا أميزه عن طير الدرة الهندي أولا الحجم أكبر الدرة الباكستاني ركز حجمه أكبر فيما يقارب خمسة إلى ستة سنطي في الطول ثانيا من لون المنقار الدرة الهندي يكون المنقار العلوي والسفلي أحمر فاقع لكن الدرة الباكستاني المنقار السفلي أحمر ولكن المنقار السفلي أسود ركز والمواصفات والسلوكيات والحالة النفسية لهذا الطير الدرة الهندي والباكستاني متشابهة بشكل كامل في الطرويض وفي التدريب وفي التغذية وفي متشابهات جدا يعني ولكن يختلف في الحجم والفروقات اللي أنا قلت لك عنها خلينا نيجي لطير الملوك أو طير المستوى الثالث أو النوع الثالث وهو طير الملوك أو في أعلى قرم هرم الطير الدرة المطوقة وهو الطير النيبالي أو الاسكنداري تمام طير درة النبالي من اسمه هو طير نبيل جدا وفي قديم الزمان كان هو الطير الذي يهدى للملوك ويهدى للناس النبيلة فكان ما يملك هذا الطير إلا ملك أو إنسان نبيل طير مميز ومستوى الذكاء ومستوى التدريب ومستوى الإدراك والتفاعل مع المروض يختلف عن باقي أنواع الضرة كيف أنا أميز هذا الطير هذا الطير يمتاز بالحجم الضخم حجم ضعف الباكستاني والهندي الذير الطويل الرأس الكبير المنقار الأحمر الكبير والعلامة المميزة في كل الطفارات وفي كل الألوان اللي خرجوا فيها من هذه الطيور إلا وإن الطير الدرة النبالي فيه على الجناح أو على الظهر عكلة الجناحة يكون في طبعة بنية مائلة للحمار فبهذه الطبعة أنت تميز في الحجم والمواصفات اللي قلت لك عنها هذه الطفرة أو هذا النوع من أنواع الضرة أفضل من باقي أنواع الضرة من الهندي والباكستاني من وجهة نظري أنا طبعا ما تقول إنه مش قاعدة ولكن كل إنسان عنده زوق أنا من وجهة نظري هو الأذكى من خلال التجربة هو منطلق في الكلام أكثر يحفظ كلمات أكثر الصوت أوضح في الكلام وترديد الكلمات وصوته جميل جدا بسبب حجمه حجمه كبير يعتبر من البباغات الضخمة حجمه كبير جدا فنصيحة أنا للناس اللي تطمح للطير الضخم من البباغات الكبيرة وطير متكلم وطير ذكي ويتفاعل معك في البيت ويصلح ليكون طير أليف وما عنده أسعار الطيور مثل الكاسكو والأمازوني وهذه الطيور الكبيرة المتكلمة بطلاقة أسعارها غالية جدا المستويات العالية منها يتراوح في بعض الدول إلى 2000 دولار يعني فمش كل الناس عندها القدرة تشتري طير بهذا السعر فأنا بنصحك بطير الدرة أني بالي سعره رخيص متوفر في كل مكان سهل أنك تحصل عليه متكلم حجمه كبير شكله جميل تخرجه بألوان جميلة منه وسهل في التدريب وسهل في التعامل إذا كان عندك شوية خبرة في التعامل مع الطيور هذه مواصفات طير الدرة كل أنواعها وميزاتها ولكن طير الدرة بشكل عام مثل ومثل أي طير موجود في ميزات وفي عيوب خلينا نتكلم في العيوب اللي سببت عزوف الناس عن هذا الطير وصار الطير هذا مش مرغوب كثير هو أن هذا الطير عنيد جدا شخصية مستقلة صوت عالي عظة مؤلمة جدا وهذا الطير إذا ما كان عنده خبرة في تدريبه وخبرة في ترويضه حتى لو صار أليف الطير في أقرب فرصة يقدر يهرب يهرب معروف يعني ما بيتعلق في مكان معين إلا إذا إلا مع إنسان خبير في التعامل معه نجي إلى العيب الأول وهو عنيد هذا الطير لأن إنسان المبتدئين اللي عمره ما روض طير ما بنصحه فيه لأن هذا الطير في ميزة إنه عنيد ولا يستجيب في الإجبار ولا يستجيب في التجويع اللي هن الأساليب المتبعة في ترويض الطيور الأساليب المتبعة إنك تجبر الطير يطلعي إيدك ومع التكرار حتى يوقف عض هذا ما بيمشي معه الطير الدراء إذا ما كنت عندك خبرة وذكاء في التعامل معه يدافع عن نفسه حتى الموت ما يملل من العض التجويع أسلوب مجرب ويجيب نتيجة سواء اختلفت أو وافقت معي بهذا الأسلوب ولكن جايب نتيجة مع الطيور بس الجوعه كم ساعة وتحط الأكل عيدك في ينجبر يجي يأكل الطير إلا الدراء الهندي عنيد ومستحيل يجي عندك إذا هو مش حابك إذا كان وحشي حتى لو جوعت الظهر ومات من الجوع عضته قوية جدا وتسبب يعني جروح قوية فالإنسان المبتدئ اللي عمره ما رب طير أو عمره ما رب هذا النوع من الطيور أنا بنصحك إما تشتري طير مروض جاهز أو تشتري طير صغير وتغره على إيدك فبس يكبر يكون طير أليف مية في المية طبعا من ناحية الهدد قابل لتدريب الهدد قابل لطيران الحر ولكن يحتاج إلى احتراف لأن هذا الطير عنيد وشخصية مستقلة وما يحب الإجبار فبالتدريب للإنسان المبتدئ ممكن يواجه مشكلة في تدريب هذا الطير بس وحبينا نفيدكم بهذا الفيديو ولا تنسوا الصلاة والسلام على رسول الله وتفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله عجبكم الفيديو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر